بدأت صباح اليوم عملية خروج الدفعة الثانية من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي برزة بدمشق باتجاه الشمال وذلك في إطار تنفيذ اتفاق يقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في الحي تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه وخرج الماضي عدد من الحافلات تقل الدفعة الأولى من عشرات المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من منطقة برزة باتجاه الريف الشمالي ومن المقرر أن يتم استكمال خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة على دفعات متتالية خلال الأيام القادمة حتى إخلاء الحي بشكل كامل من جميع المظاهر المسلحة إضافة إلى تسوية أوضاع باقي المسلحين في الحي وفقاً لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2006